من أصل أكثر من 42 ألف شركة تنشط في مجال الاستراد بالجزائر لم يتقدم من هذا العدد الكبير سوى 3000 مستورد إلى مصالح السجل التجاري الوطنية تماشياً مع القرار الوزاري الذي أعاد تحديد مدة صلاحية السجلات التجارية المتعلقة بالاستراد لمدة عامين فقط تم التسجيل إلى غاية 5 فبري 2018 42161 شركة تجارية تمارس نشاطات في قطاع الاستراد لإعادة البيع على الحال كما تم التسجيل لهذه المدة من 2 جنبير 2018 إلى 5 فبري 2018 213 شركة قيدة جديد لشركة تمارس في هذا القطاع و2154 شركة قامت بالانتثار لإحكام القرار هذا وابتداء من تاريخ الثالث عشر جوان ستنتهي المدة التي حددتها وزارة التجارة للمستوردين كي يعيد تسجيل من جديد في السجل التجارية آخر آجل 13 جوان يعني 6 شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يعني إلى غاية 13 جوان 2018 هذا آخر آجل الامتثال لإحكام هذا القرار والأشخاص والشركات لمن تثلوش لهذا القرار تصبح سجيلات تجارية تحهم عظيمة الأرض ومنذ دخول سنة الجديدة ضعفت الحكومة إجراءات تجديد الرقابة على تجارة الخارجية حيث حاصرت الوزارة بتعاون مع البنوك المستوردين ومنعت دخول أكثر من 900 منتوج إلى السوق الوطنية حيث حاصلت تجارية 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 تج